أهلا بكم يعني مش كفاية شنة الأثار اللي رايحة جاية على بلاد الله خلق الله في المطارات بتاعت مصر وكل يوم والتاني نسمع عن قصة سرقة أثار ده غير سرقة نسخة أو نسخ من مجلة الوقائع المصرية التاريخية كأنه مش كفاية دي مش كفاية كل ده لا وكمان كل ده كل فترة تطلع جهة يقولك إنها صاحبة الحضارة الفرعونية وإن هم الفرعنة هم اللي بنوا الأهرامات هم مش دول مش الفرعنة مرة يقولوا اليهود هم اللي بنوا الأهرامات ومرة يقولوا الأفرقة المرة دي الممثل الأمريكي من أصول إفريقية كيفين هارت بيعيد تكرار نفس الكلام اللي بتقوله حركة اسمعها الأفروسنتريك وهي منظمة أو حركة متعصبة للعرق الإفريقي أو العرق الأسود زي بيسموها المصيبة إنه تم الإعلان عن استعداد مصر لاستقبال حفل كوميدي رغم إن اللي هيستقبلوه ده ادعى أو له تصريحات من أيام ادعى فيها أن الأفرقة كانوا ملوك مصر زي تصريحات الرقاء هو ده كيفين أو الرجل اسمه كيفين هارت تصريح كارسي يجب أن نعلم أولادنا تاريخ الأفرقة الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسخها فيهم في التعليم في أمريكا تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا ده كيفين هارت اللي مع الراجل الإعلان عن استضافة كيفين هارت ده في مصر أثار موجة غضب ومطالبات كتير انتشرت على السوشيال ميديا لإلغاء الحفل ده بسبب تزويره للتاريخ المصري إنه شطاء ده شنو هاشتاج لا مرحبا بكيفين هارت في مصر زي ما كتبت حساب باسم منا ماهر منا كتبت كده بالنص كيفين هارت ده اللي قال إن الأفرقة السودية هم المصريين الأصليين وإن المصريين دلوقتي بقايا احتلال كيفين هارت ده نفسه أكبر داعم لحركة الأفروسنتريك جايبينه مصر يعمل عرض تأكيدا أو تأكيد على كلامه ومعتقداته إزاي يتم دعوته لعمل حفل في مصر عشان ينشر فكره العقيم بسرق تراثنا وحضرتنا ده كان رأي صاحب الحساب ده بيقول بالنص كده يعني بجده هيجي يعمل ايه هينشر فكره العقيم بسرق تراثنا وحضرتنا بشكل كوميدي ولا ايه استحواز ثقافي كيفين هارت إزايبينه مصريات على الفيسبوك حذرت من كيفين هارت ومن أفكاره وإزاي عامل شركة إنتاج كرتون للأطفال بيروج فيه عن أفكاره عن الحضارة المصرية وبينسبها للأفارقة ده البوست هو مصريات كيفين هارت من أكبر الداعمين للمركزية الإفريقية وشايف إن التاريخ الإفريقي مهضور حقه ومزور في سبيل ده يوم 4 نوبمبر اشترت شركة اسمها هارت بيت المملوكة الممثل كيفين هارت حصة ملكية في شركة اسمها بلاك سندس الرمال السوداء وقرر إنتاج نشر كرتون الأطفال اسمه جايت تو بلاك هستري واللي فيه بيعلم الأطفال الأفارقة تاريخهم الحقيقي على حد زعمه وإنهم كانوا ملوك مش عبيد زي ما بيتم تعليمهم مطالبات نشطاء السوشيال ميديا موقفتش على إلغاء حفلة لكن طالبه بمنعه من دخول مصر زي ما طالبت حساب باسم يارا يارا بتقول فوقي وجدعان ده ينسب تاريخ مصر الأفارقة ويسرقوا تاريخنا محدش عبره محدش عايزينه يخش البلد المفروض أصلا يتمنع هو واللي شبهه من دخول مصر ويبقى السؤال هل الفلوس بقت أهم من الكرامة والوطن ده من السؤالي ده كان سؤال بحساب باسم علاء علاء عادل بيقول عيب علينا والله إزاي نصطدي في واحد زي ده بيشتمنا وبيقول علينا غزاء ومحتلين وشايف إن أرضنا وتاريخنا من حق شوية أمريكان الفلوس بقت أهم من الكرامة والوطن دلوقتي سؤال تاني إزاي يتم الترويج لواحد زي ده وفين المسؤولين عن الأمر والرأي العام في البلد كله ضد الأفرو سنتريك ده اللي كتب وحساب باسم دينا دينا كتبت وقالت يعني هو الصحافة والمنصات العليمة في مصر عبط الرأي العام كله في مصر ضد ترويج لفكر الأفرو سنتريك دول جايبين لنا واحد من أكبر داعمين الفكر ده لو ده أسلوب ترويج فهو رخيص جدا لو غير كده فهو غباء من المسؤولين عن الأمر هو للدرجات الرأي العام مش مهم ليه بتعملوا كالسة وترجعوا تعتذروا لما أصلا الرأي العام رفض الموضوع من الأول بس يبدو أن رغم كل دا الدولة مش عارفة أو جاهلة أو أصدى تروج لحركة الأفرو سنتريك عشان في شهر إبريل فبراير اللي فات برضو نفس المنظمة أعلنت أنها هتنظر مؤتمر اللي قال الأفرو سنتريك هتنظر مؤتمر في أسوان ولا كأن وزارة الثقافة أو وزارة السياحة ولا كأن في حكومة في البلد الخبر هو واستصمت رسمي غضب من مؤتمر مشبوه في أسوان دا الكلام دا كانت في 2 فبراير السناء دي السناء دي غضب والحكومة ووزارة الثقافة مش دارية بالدنيا الأفرو سنتريك هم تعثبها للعرق الأسوان ووجود متحدثين في المؤتمر ممن يصفون المصريين حاليين بالمحتلين ويقولوا أن الفراعنة كان أصلاهم أفرقى سود البشر لكن الحكومة عاملة ودن من طين ودن من عجين ولا طلع أي بيان رسمي ينفي أو يتكلم عن موضوع ساعتها ولا عرفنا عن إلغاء مؤتمر أسوان إلا من السوشيل بعد حملة كبيرة عملها نشاطاء للمطالبة بواقف المؤتمر زي ما قال حساب باسم سلمة سلمة كتبت وقالت وقف مؤتمر أسوان تم وقف إطلاق المؤتمر أسوان الحمد لله أخيرا حد سماء سطنه على أي حال على أي حال فكرة أن الحضارة المصرية دي اللي عملها سواء اللي بتقال يهود أو أن الأفرقى هما كانوا الأساس الفكرة دي مش جديدة دي فكرة قديمة جدا لدرجة أن الملكة كليوباترا اللي هي سليلة باطلايموس يعني يبقى جدهة كبيرة قوي باطلايموس وباطلايموس دا واحد من القادة اللي جم مصر مع الإسكندر ولما الإسكندر قرر أنه هو يكمل غزواته في آسيا ويوصل بقى للهند والصين باطلايموس قال له يا عم أنا قاعد هنا عجبتني إسكندرية قوي وقاعد هي وصمم مدينة إسكندرية وسمها إسكندرية على اسم الإسكندر اللي هو القائد بتاعه وباطلايموس حكم مصر فعلا اللي كانت عاصمتها إسكندرية في الوقت دا وفضل باطلايموس قاعد وجم بعد باطلايموس ولاده وأحفاده لحد كليوباترا السابعة إذن السابت أن كليوباترا مولودة في مصر لكن جدودها بطلمة وهي بطلمية لحد دلوقتي لحد دلوقتي في ناس بتدعي أن كليوباترا دي أصلاها إفريقية أصلا لدرجة أنها ترسمت في بعض الرسومات بأنها صمراء البشر أو السوداء يعني بشرتها السوداء إفريقية يعني إذن الدعوة دي مش بتاعت دلوقتي كيفين هارت مش هو اللي عمل الدعوة دي ولا الأفريك سنتر دي قصة من زمان قوي بس للأسف إحنا لبرقنا نتاريخنا ولا عارفينه ولا كأن في حد سائل هل بقى هيسمعوا كلام الناس ويلغوا حافلة كيفين هارت ولا لا الله أعلم